اشتركوا في القناة والصلح وقضاء الحوائج رح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة الستة ودقيفتين من مساء يوم الأحد لا ينتقل بعديها لمنزلة الطرف وهي منزلة المضرة والمشاكل طبعا القمر لما يكون موجود في السرطان تأثيراته بتكون على جميع الأبراج فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا بحيث أننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام في هاي الفترة علينا التجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زرعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت الزاوية الوحيدة البطيئة اللي بتأثر علينا خلال اليوم طبعا في زاوية اليوم ذروتها ولكن هاي زاوية منفصلة استمرارها لغاية يوم 18 الشهر تأثيراتها هي اللي بتصيبنا بحالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنه بتجعلنا عصبيو المزاج وبنرتكب الأخطاء والتهور كما أنه وقت غير صالح للشراكات لا تعتمد على الحدث في هاي الفترة طبعا إلها آثارها على دوليا أو عالميا ولكن أفضلها هي الاحتجاجات والمظاهرات والأمور هاي احتمال وقوع بعض التفجيرات أو زلزال أو حوادث على الطرقات بشكل مفاجئ ومرعب كما أنها بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية والاعتقال أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعة وخمسين دقيقة بعد الظهر دروتها إذن تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية البطيئة اللي ذكرناها وهي تأثيراتها لغاية يوم عشرين واحد هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو طبعا هاي إلها علاقة بأنه شوي بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبئة ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار في احتمال وقوع حوادث كالحرائق وظواهر الطبعية كالزلازل والبراكين والتعري والأعاصير أو الحواصف أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر بين الزهرة وهي راح تكون في تمام ساعة ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة مساءً إذن تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية منتصف الليل أم بعد منتصف الليل أكثر المتضررين اللي بيكون لهم أو بكون عندهم مشاكل عاطفية إذن بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعا بدأت مراحل اكتمال القمر عشان هيك يعني بيكون في نوع من أنواع الحذر خصوصا للأشخاص اللي بياخدوا أسبرين إنه إذا عندهم عملية جراحية بدهم يكونوا جاهزين لهذا الأمر أو يخبروا طبيبهم بهذا الموضوع عشان ما يصير فيه سيولة في الدم أو نوع من أنواع النزيف مثلا طبعا اليوم هذا غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح طبعا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا بمناسب اليوم ما فيه أي مشاكل إن شاء الله على الجميع أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين القادم اللي هو يوم سبعتاش واحد يبدأ في تمام الساعة 11 و 48 دقيقة منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة 4 و 3 دقائق صباحا بتوقيت درينتش من صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحصار المكتمل يعني ضايله 5% تقريبا وبكتمل عمره 14 يوم فيه تمام الساعة 12 و 25 دقيقة بعد الظهر بيصبح 15 يوم نسبة الاثنين على 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة 30% القمر في السرطان حتى يوم ثمنتاش واحد سعيد بنسبة 30% عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم في الجدي حتى يوم أربعة اثنين منتحس بنسبة خمس وسبعين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 24 واحد منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر استقر الآن في البيت الرابع فعشان هيك رح تنهمكو في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أو لقاء اجتماعي أو عائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بكوا تحذروا من التصرف العدائي وحاولوا أنكو مدخل في القوانين والإرشادات في بعضكو رح يعاني من بعض الإرهاق النفسي وممكن يسمع بعض العتاب أو اللوم بسبب إهماله أو بسبب كلام جارح فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب خليكو مسالمين برج الثور بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات بما أن القمر صار في البيت الثالث فعشان هيك اليوم بتكونوا نشطين كثير فحاولوا أنكو من نشاطكو هذا أنكو تكونوا أكثر صبر على الطرقات أثناء القيادة أو أثناء الحركة هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أهم شيء أنكو تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات طبعا أنتو عندكو قدرة على الإقناع ونقاش والجدال ولكن لازم أحذر أن عصبيتكم موجودة حاولوا أنكو ما تتركوا أي مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثر الإنشغالات والحركة برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هباك نوع من أنواع الدعم منكو أشخاص رح يستردوا أموال بتعودلهم كان صعب أنهم يحصلوها بالفترة الماضية أو يحصلوا على هدية أهم شيء أنكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تناقشوا اليوم موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها طبعا هذا اليوم بيفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء بشكل جيد يعني بما يتعلق بالأمور المالية أو بأمور مستقبلك برر مواقفك ووضح أي سوء تفاهم عشان الأمور تمشي معك بشكل جيد برج السرطان طبعا القمر الآن استقر عندكم فبعطيكم طاقة كبيرة فاليوم أنتم مشحونون النشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنكم تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة واعدة بحسن إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة يعني الفترة هاي بتحمل تقدم وأخبار ممتازة جدا فيه إشي جديد وهو هعد بالنسبة لإلك في النشاطات في حياتك اليومية وممكن تعيد نشاطك بشكل مباشر وواضح وتعتبر هاي فترة مميزة برج الأسد بيسيطر عليكم التعب طبعا لأن القمر صار موجود بالسرطان في بيت المتاعب فعشان هيك بتكت حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عملكم أو من الأعمال الموكة لمنكم أو العمل العاجل وحاولوا انكم تخلدوا للراحة من حين لآخر إن شعرتوا بأي إرهاق ممكن تكون الظروف مخيبة وربما بتحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة ولكن مش هالأشياء الخطيرة ولكن بدها مراقبة برضو ما تستهين بالأعراض اللي ممكن تشعر فيها ممكن تفشل أعمالك من حصد النجاح ويخيب أو تخيب أعمالك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة طبعا السبب إنه بيت المتاعب بيعطل عليك كثير من الأمور فأصبر يوم بعدها الأمور بتصير لصالحك لما القمر يوصل لعندك برج العذراء بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة اتجنبوا انتقاد أحدهم اليوم ما بنفعل انتقاد بدك تكون مرن بنسبة العمل مع مجموعة من الزملاء والأهل وانت بحاجة للتحالفات في هذا اليوم ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لشعورك أو لإلك وتحصل على التأييد وتشارك في ورشة عمل عشان هيك مرضو اليوم لازم تستغلوا بإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل وصول القمر لبيت المتاعب برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك حاول إنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع في فترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر فعشان هيك حاول قدر الإنكار إنك ما تخال في القوانين وما تجازف بصماتك يعني أي شيء بشوه السمعة ابعد عنه برج العقرب القمر صار موجود في البيت التاسع يعني بيت حليف لإلك وقوي جدا فعشان هيك كثير من موليد برج العقرب رح ينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو حتى اللي عندهم امتحانات جامعية برضو يوم مناسب أهم شيء إنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قياة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي كثير من المنافسات والعدوات في هاي الفترة وبتسهل عليك جميع التحركات أهم شيء إنك ما تقف ساكن وحاول إنك تتحرك لحصد إن المكاسب اللي ممكن اليوم تحصلها برج القوس بتنهم كل يوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات كما فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب أهم شيء إنك تتصرف اليوم بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولعيادة بعض الأمور لنصابها حاولوا إنك تحاضروا من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول إنك برضو ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين اليوم ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري ولكن الأهم إنه ممكن بعضك يهتم بصحة أحد المقربين لإلوه من أفراد العائلة أو ممكن يكون في بعض الاهتمام ببعض الأمور المالية كتحصيل أو ترتيب وضع مالي معين برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وحاولوا إنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والحاطفة طبعا الأجواء الآن القمر مقابلك تماما فتعتبر هاي فترة رغم الإيجابيات اللي ذكرناها إلا إنه فترة بتحمل نوع من أنواع التوتر وهذا التوتر ممكن يورطك في أزمة ما ممكن عصبيتك حديتك أو نقاشك الحد فتضطرب للإبطاء بمسار بعض الأمور الأجواء بدها نوع من أنواع التغيير في نمط معين لأنه الوضع بتطلب منك نوع من أنواع المرونة فعشان هيك اليوم حاول إنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد وابعد عن أي مواجهة مهما كانت برج الدلو بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد لأنه القمر صار الآن في بيت العمل والصحة فعشان هيك بتكن تنتبهوا لعملكو حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا برضو أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم بالعمل وحاضروا من التراجع الصحي حاولوا إنك تغيروا برضو الأولويات إذا دعت الحاجة حاول إنك ما تعاند يعني مش إنه تشوف الأمور ماشي بعكسك فأنت تعاكس التيار كمان باكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل وبرضو حاول إنك ما تراكم الأعمال أو تنجز الأعمال مع بعض أكثر من عمل في نفس الوقت برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الأجواء عاطفية بكامل أوجهها والحضوض تدعمك بقوة فعشان هيك اليوم بقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط اليوم بحمل لك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا بتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية فيها مكاسب كثير فلازم تستغلها على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض وبرضو حتى على مستوى الهوايات ونوع من أنواع النزوات كلها تقريبا بكون إيجابية لإله هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء